السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برامج استوديو سهيل نسلط الضوء على مختلف الأحداث والقضايا والمسجدات السياسية على الساحة الوطنية بالإضافة إلى رصد ومتابعة تفاعلات اليمنيين وعلى مواقع التواصل الاشتماعي نبدأ حلقتنا هذه بتفاصيل خبر أهلا بكم في تفاصيل خبر الفرص الثمينة هي تلك التي لا تتكرر مرتين لأنها تأتي على طبق من ذهب واحد قل ما تجود به الأقدار لمن لا ينتهز لحظته الأولى ويجيد استثمارها بإرادة تتحين المتاح وتقبض على جمرة الوقت ولقد أضحى حلم تحرير الحديدة أقرب اليوم مما عداه من مواقع تسالفه النفير الحوثي إلى الحديدة المحافظة الاستراتيجية التي ما زالت تحت سيطرة المليشيا وفي رقعة بيادق الإرهاب الإيراني المزعزع لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ليس إلا استشعارا لخطورة اللحظة الماثلة هناك ويجمع مراقبون على ضرورة انتهاز ما يرونه فرصة سانحة حاليا للبدء بعملية عسكرية في سبيل استعادة الدولة اليمنية عبر انتزاع المحافظة الاستراتيجية الساحلية من أيدي الحوثيين ففي ظل المتغيرات الدولية على ساحة المنطقة وضرب مصانع إيران وتخلي طهران عن أذرعها العابرة للحدود كحزب الله بغية السلامة الداخلية تعيش مليشيا الحوثي مرحلة اهتزاز ربما هي أشبه شعورا بدنو الأجل في المقابل لا يبين عن طرف الحكومة أي استشعار وطني لحساسية اللحظة التي توحي بسنوح فرصة قد لا تتكرر كثيرا على طريق اجتثاث الحوثي من جذوره فما زالت المصالح المتضاربة والولاءات المتباينة بين أطراف الشرعية والأداء العسكري المتعدد خلف متارس مختلفة عوامل تحول دون استثمار نقطة الإجماع الدولي والإقليمي على تحرير الحديدة لا سيما مع فشل العمليات العسكرية لتحالف حارس الازدهار في توجيه ضربات ذات جدوى على الحوتيين وبالتالي توافر فرص الدعم للقوات اليمنية كي تتصدى لهذا الدور فيما لو هي أرادت ذلك شكرا للزملاء على هذا التقرير وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل عبد الحفيظ الحطامي مراسلنا في الحديدة عبد الحفيظ هل حان موعد تحرير الحديدة؟ تحية لك أخي محمد ولكافة المشاهد في قناة سهيلة الفضائية في اعتقادي بأن اللحظة الثانية في هذه الفترة هي بعد أن ضلقت القلوب الحناجر صراحة الوضع المأساوي في الحديدة يدفع بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية والواجب الوطني على كافة التوجهات العسكرية والوطنية والجيش والقوات المشتركة والعمالقة وكافة من ينضوي تحت لواء الجمهورية اليمنية أن يحرر هذه المحافظة التي تعتبر شرائع من الاستصادي للجمهورية اليمنية والتي تستندف من قبل هذه الميليشيات التي تتاقمت من الوضع المأساوي الإنساني في الحديدة على امتباد عقد ورش من الزمن وبالتالي هذه المحافظة صار من الواجب الوطني أن تحرر في هذه المرحلة وقد طلق المأساوي الإنساني لدرجة مؤلمة ومؤسفة ومعضغ الناس تموت جوعا في محافظة الحديدة التي تعتبر أحد أهم موارد الدولة في العقود الماضية وبالتالي يصبح الواجب الوطني هو أن تتحرر الحديدة وبعدها ستنفرط السبعة وتتحرر بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات الحديدة أصبحت قاعدة خلفية لإيران وأصبحت لا تهدد فقط في اليمن ومستقبل اليمنيين فقط بل تهدد كافة القول المشافئة للبحر الأحمر بل تهدد الممرات الملاحية السوالية وتهدد السفن السجارية وبالتالي خلقت وحولتها إيران إلى فزاعة لاتجاز المجتمع الدولي للتجاز الدول لإخطاع الحديدة والبحر الأحمر عموما إلى ورغة مساومة بينها وبين القوى الدولية تعلق بملفها النووي وغيرها من الملفات الخاصة بإيران وحولت اليد الصولة لها في اليمن المتفترة بميليشيات الحوتي أن تكون حنجرا في خاصرة الوطن العربي وحنجرا في خاصرة الجنوب الجزيرة العربية وبالتالي أصبحني الواجب الوطني أن تحرر هذه المحافظة لعدة عدة عوامل إذن أمام هذا الواجب عبد الحفيظ نعم لهذه العوامل ما هي أهم المكاسب الوطنية التي سيجنيها وطننا وأيضا على مسار استعادة الدولة ما هي أهم المكاسب التي سيجنيها اليمنيون من تحرير هذه المحافظة الاستراتيجية أحي كريم الحديدة تعتبر يسالي الميناء الخارطة اليابنية وتعتبر 73% من الموارد الاحتصابية من الإرادات ومن أيضا الطابرات والواردات الجمهورية اليمنية والواردات الغداء والجواء وغيرها تأتي عبر ميناء الحديدة وبالتالي خسر اليمنيون يعني 73% من الموارد الاحتصابية التي كانت الحديدة تتضخ المليارات منها إلى خزيرة الدولة وأصبعت هذه الإرادات والمليارات تتضخ إلى جيوب هذه الميليشيات أخي الكريم من خلال رسل ميداني قمت بي أنا والعديد من الزملاء في مراكز قياسة الرأي العام يعني قرابة 34 مشرف لمديريات محافظة الخدلة دخلوا أخي الكريم بعضهم دخلت حجاء واحد من المديريات لا يمتلش أي يعني كوتة يومه اليوم أصبح هؤلاء المشرفون لديهم مساعات واسعة من الأراضي المدهوبة لديهم أحارات لديهم فلال لديهم داخل في صفقات وشركات وهمية وحقيقية وغيرها من الرسوم الجبايات يعني أتوقع في البارح كنا نتحدث مع تجار على سبيل المثال القطر المزارعي القطر يعني الميليشيات تقرب عليهم الجبايات على التاجر على المزارع نفسه أولا ثم يأتي المشترون التجار المتوسطين يشترون من هؤلاء المزارعين تأتي الميليشيات تفرض إساوات على من يبيع القطر في أسواق ثم تأتي يعني على من يصرعون المنسجات التي تصرع من القطر وهكذا حتى تطل إلى أحجان إلى بائعة اللحوح في أسواق الزهرات وأسواق اللحية وأسواق الدرهيني وأسواق الزبال في مدينة الحديدة تفرض عليهم الميليشيات في دعوة محاربة إسرائيل وأمريكا وبدعاوة مختلفة وتحت لفتاس وتحت لفتاس اليمنيين إذن يعني تحرير الحديدة نعم إذن تحرير الحديدة سيمنح هؤلاء المواطنين سيتنفسون السعداء سيمنحهم الصمود أمام متطلبات الحياة لأن هذه الميليشيا انتزعت منهم كل ما يملكون من مدخرات ومن إرادات ومن أموال نعم توقع عدد المعلمين توقفوا في طرقات مدينة المدارس بينما تقدر اليمنيشيات أن تدفع روافق لا قلب أبدا محافظة الحديدة للمعلمين حتى والعطبات وبقية المواطنين المدنيين بحسب إجراءات الاقتصادية وعدت المراحز المحلية وإقليمية ودولية قادرة من خلال الموارد الشهرية والسرائية من ميناء الحديدة أن تلقي وتدفع الروافق المواطنين في محافظة الحديدة وبقية المحافظات فصلت فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي كيف أن التحرير الحديدة يمكن أن يبعد عن كاهل هؤلاء المواطنين شبح اللصوصية والإجرام والسرقة التي تمارسها الحوثية ماذا عن المكاسب السياسية ماذا عن المكاسب العسكرية نعم أخي الكريم أعتقد أن الكافة الأطياطة العسكرية المنظوية تحت القوات المشتركة أصبحت أكثر قوة وأكثر تماثة وأكثر إقداما وأكثر يعني الكثير من المقابلات التي بسيناها نحن العديد من الضباط والجنوب في محاور القتال في جنوب الحديدة الجميع يؤكدون وتحت راية واحدة لا لأشخاص ولا لجهات ولا لجهات كلهم يهتفون بالسلطة كمهورية وتحت عالم كمهورية اليمني المستعدين أن يحرر محافظة الحديدة ويتوجه إلى قلب العاصمة اليمني هناك وشائف وطنية بين كافة أبناء القوات المشتركة قوات الجيش الوطني قوات العمالقة هناك واجع الوطني أغلب بالنسبة للضباط والجنود ربما أكثر من القيادات العديدة لكن هؤلاء لا يخضعون للأجهدات بخدر ما يخضعون للإرادة الوطنية الواحدة ومستعدون لتحرير محافظة الحديدة يؤكدون على ضرورة تحرير الحديدة وأنهم ينتظرون القرار السياسي لتحرير محافظتهم أشكر كل شكر زميلنا ومراسلنا في الحديدة عبد الحفيظ الحطامي كنت معنا شكرا جزيلا لك أيضا استطلعنا آراء المواطنين وسألناهم عن المكاسب الوطنية التي المترتبة عن تحرير الحديدة ودحر الميليشيا الحوثية منها تم تحرير محافظة الحديدة من ميليشيات الحوثية الإرهابية فأنه سوف يتم قطع شريان هام على هذه الميليشيات وهو الشريان الاقتصادي الأكبر في المحافظات الغير محررة فبالتالي سوف تكون هزيمة كبيرة لهذه الميليشيات من الناحية الاقتصادية وأيضا من الناحية السياسية سوف تكون هزيمة وأيضا سوف الميليشيات ربما تخضع لشروط الاتفاق السياسي أو ما يسمى خارطة الطريق أيضا سوف يقل تهديدات الميليشيات الحوثية على هجمات البحر الأحمر والملاحة الدولية تكمن أهمية محافظة الحديدة في تحرير ميناءها والمدينة في شكل عام لأنها تعد الشريان الأساسي لدعم الميليشيات الحوثية وإدخال المؤونات من سلاح وغيرها للميليشيات الحوثية فتحريرها يعد مهم لسيطرة الشرعية وتمكين قوتها وأيضا قطع الشريان وكما قلنا وهو التموين الأساسي للميليشيات الحوثية عن ما يتعلق عن محافظة الحديدة هناك ثلاثة جوانب أساسية وهي اقتصادية وسياسية واجتماعية أما السياسية فهي قطع المدادة عن الميليشيات الحوثية ومن الأسلحة والمتفجرة التي تدعم بها إيران إليها والإنسانية إنقاذ أهل الحديدة من الظلم الذي عانوه من سابق وحتى الآن كان من سابقا يتعرضون ظلم اجتماعيا لا خدمة أساسية ولا شيء والآن يتعرضوا إلى إبادة وموت من المتفجرات وأما اقتصاديا يتم تشغيل الميناء وتوريد الإيرادة حقه إلى البنك وصرف للمرتبات الشعب محافظة الحديدة محافظة مهمة محافظة حيوية فتحريرها هو قطع الإمداد على الحوثين هائيا من خلال السلح الذي يصل له من إيران ويتهرب له من أماكن وأيضا تحريرها هو السيطرة على الميناء لأن الميناء هو تغذية اقتصادية للشعب اليمني فهم بيستغلوا عائداته لشخصياتهم وبالتالي في تحريره بايساعد أبناء الحديدة وبايساعد الشعب اليمني كامل والتحرير المحافظة اليمنية كلها كلها مهمة ولكن محافظة الحديدة في هذا الوقت شيء مهم القطع الإمداد عنه وتشغيل الميناء تتمركز أهمية تحرير محافظة الحديدة في ثلاث جوانب أساسية الجانب الاقتصادي والجانب العسكري وكذلك الجانب الإنساني أولا الجانب الاقتصادي تعتبر محافظة الحديدة هي الثاني ميناء في الجمهورية اليمنية الذي يعتمد عليها الكثير اليمنيين في اقتصادهم وتعتبر ميناء أساسية للاستيراد التجاري وتعتبر الرافد أساسي للاقتصاد اليمني ونحن جميعا نعلم بأنه في فترة سابقة كان الاتفاق بين الشدعية والميليشية الحوثية على أن يتم تسليم الرواتب من عائدات ميناء الحديدة بمعنى أن ميناء الحديدة اقتصاديا قادرة على أن تغطي جانب كبير في الاقتصاد اليمني شكرا لزميل هذه الحرب على هذا الاستطلاع ومن تفاصيل خبر إلى وسم اليمن أهلا بكم في وسم اليمن حيث نرشد أبرز تفاعلات اليمنين على منصة X وسم اليمن الأبرز الأبرز الهاشتاغات المتداولة لدى اليمنيين عن الطفلة جنات الطفلة جنات التي تتعرض هي ووالدها للتنكيل والقمع الحوثي حيث تعرض والدها للاختطاف بسبب بسبب إصراره على تطبيق العدالة على مغتصب الطفلة جنات المدعو الحوثي أحمد نجاد وهناك غضب عارم لدى اليمنيين بسبب تستر الميليشيا الحوثية وبسبب فساد قضائها السلالي العنصري الذي يحاول أن يحمل مغتصب وأن ينكل بالضحية نبدأ بما كتبه الصحفي والكاتب سام الغباري كتب في تغريدة له في صنعاء القديمة تقتل البراءة مرتين المرة الأولى حين يغتال الضحك في عيون الأطفال والثانية حين يسجن من يصرخ مطالبا بالعدالة عشرون حرفا يتشكل منه اسم جنات السياغي وألف وألف حكاية ظلم تختصرها قضيتها وهي أكبر من طفلة إنها وطن يذبح فيه الأطفال مرتان أو مرتين مر بالجريمة ومر بقتل العدالة في رداع يضيف الغبار وفي صنعاء الطفلة وبين المدينتين تمتد خارطة الوجع اليمني كسياط تجلد ظهر الحياة يقول عبد الملك بدردين الخوثي هكذا يسميه ننصر غزة ويسجنون الأب لأنه صرخ أريد العدالة لابنته أي نفاق هذا أي سخرية تلك العميد محمد الكوميم أيضا كتب قائلا في تغريدة له ردا على المدعو نصر عامر طبعا بنت القاضي شريفة وبنت السياغ عبد وضيع لا قيمة لها الكلمة أوجعت القاضي وشعر بطعن في عرضه والاغتصاب في بنت السياغ فما فيش مشكلة طبيعي هي منية ولذا فقد ارتكب أبو جنات جريمة يعاقب عليها بالسجد لا سامحنا الله إن نسينا يا كلب الدين عامر هكذا يسميه حسب تعبيره أما في التغريدة التالية فقد كانت لدكتور نجيب غلاب يقول ركزوا اسمه ركزوا اسمه طاهر وعبد الواحد وسياغي وله من اسمه ألف حكاية وحكاية ولأنه طاهر ثار ولأنه موحد لم يحتمل الجريمة ولأنه سياغي ذهب يمني مكتمل للأركان ولذلك عذبوه وسجنوا واغتصبوا قلبه وروحه ووطنه وبالأخير هو الجريمة اعقلوا ومتى تعقلون يا أهلي يا يمنيين أيضا في التغريدة التالية لصلاح الأسدي حيث أيضا كتب يقول والد الطفلة جنات كسر حاجز الخوف والعيب ورفض الضغوط الحوثية والقبيلة لبيع شرف ابنته وواجب الجميع مساندته والمطالبة بالإفراج عنه من أجل العدالة وإنقاذ آلاف الضحايا من أمثال الطفلة جنات أما سعد الجعفري فقد كتب تغريدة معلقة على المدعو المومري وهو حوثي يدافع عن الحوثية وجرائمها يقول يقول حتى الحوثي المومري الذي لطالما صرخ معهم مبررا جرائمهم وشاركهم الصرخة اللعينة يصرخ الآن في وجههم منددا بفضاعة الجريمة التي قادت في النهاية في معاقبة الضحية واعتقال والد جنات وحماية المجرم وأدواتها في قضية تختزل المشهد برمته في واقع الميليشيا الحوثية دعونا نتابع هذا الفيديو إذن ننتقل إلى التغريدة التالية لسارة العريقي قالت معلقة على ما تحدث به الحوثي المدعو المومري وشهد شاهد من أهله المومري يوجه رسالة للميليشيا الحوثية على غير عادته يتحدث المومري لأول مرة بالحق بالرغم من أنه يتوجه إليهم بخطابه أنهم حكومة لكن يا مومري ما فيش حكومة تحمي مغتصبين أطفال مغتصب الأطفال اللي عندك ميليشيا حتى لو أنت خايف أو مستحي تعترف عزة مصطفى أيضا كتب عن القضاء القضاء السلاليين الذين يتسترون عن المجرم قائلا القضاء الذين تعينهم الميليشيا الحوثية المنتمين عرقيا لدعاة العصرية اتصاب الأطفال التي يرتكبها قياديون ميليشياويون وحين يطلب الأهالي بالعدالة يتم اختطافهم وتغييبهم قسريا معتصم اليمني أيضا كتب عن قضية الطفلة جنات وما تجسده هذه القضية العظيمة أو القضية العادل أيضا قائلا قضية الطفلة جنات ليست مجرد جريمة عابرة بل هو سلوك ممنهج تمارسه ميليشيا الحث الإرهابية وأتت الجريمة بعد أسابيع من جريمة مماثلة بحق طفل في رداع وربما هناك قصص أخرى لا تلقى طريقها للرأي العام عبد الكريم المدي أيضا كتب يقول عن قضية الطفلة جنات وعن الطفلة جنات ذاتها قائلا لم تعد هذه الطفلة فقط بنت طاهر السياغ والحيمة بمحافظة صمعها الطفلة بنت التسع سنوات هي بنت كل يمني وبنت كل إنسان داخل اليمن وخارجها اغتصبها شقيق مشرف حوثي في أرتل وتم ضرب وخطف أبيها لإجباره على التنازل وقبر وقبر جنات وأبيها وقبيلتها وشرف اليمنيين جميعا محمد المهدي الناشط والإعلامي محمد المهدي أيضا كتب ونشر فيديو لسوري حر من إدلب قائلا من عمق سوريا وتحديدا إدلب هذا الحر يتضامن مع الطفلة المغتصبة جنات قلنا لكم هذه القضية قضية الشرفاء في العالم دعونا نتابع هذا الفيديو المسألة ما مسألة كماني ولا سوري ولا من أي دولي المسألة أنه كل رجل واقف جي كالجبال وضقت مع هاي الطفلة جنات هاي طفلة انظلمت هي وأبيها هاي طفلة ما يتحدى عمر عشر سنوات اقتصبت على يد رجل ولحد الآن ما نأخذ حقها فنحنا من إدلب قرب من إدلب نحنا معك يا جنات من أحرار إدلب بالمحافظة السورية أن نضامن مع الطفلة جنات ومع أبيها ونتمنى من كل حر وشريف نضامن مع هاي الطفلة كل الحب وشكر لكم وهذه الصور سوف تتوزع على جدران إدنه تحية شكرا لأحرار سوريا وإدلب الحرة الشامقة والذين يتضامنون مع اليمنين رأيتم كيف يتضامن العرب مع طفلة جنات بينما الحوث يتستر على المجرم ويحمل المغتصب لأن هؤلاء ينتمون إلى اليمن روحا وإنسانية وأخوة والحوث لا ينتمي إلى اليمن ولا له علاقة ولا له علاقة بها لأنه يدين بالعداء والحقد والجريمة والإرهاب لليمنين يحيى القحطاني يحيى القحطاني أيضا كتب عن الطفلة جنات متخيلا الوضعها النفسي والإنساني قائلا تخيلوا طفلة تغتصب بعمر ثماني سنوات من شخص متزوج تخيلوا هذا الشخص عند حصانة من المحاكمة لأنه من آل البيت تخيلوا شخص مغتصب أطفال يقول أنه بحرر القدس لا يمكن لمغتصب الأطفال تحرير فلسطين فلسطين أكرم وأطهر وأنبل من أن يتستر في هذه القضية حامل مغتصبين عبد الملك الحوثي أما أبو شاهين فقد كتب يقول في تغريدة له كأن الحوثين يقولون أي طفلة يتم اغتصابها يجب أن يبقى ذلك طي النسيان على أسرته القبول بالأمر الواقع ومن يريد إنصافها من مغتصبها فهذا مرفوض ولذا على الآباء والأمهات أخذ العبرة والسكوت عن مثل هذه الجريمة ما لم فأنتم تستحقون العار سود الله وجه كل حوثي حقير أم طبعا بهذه التغريدة نكون قد وصلنا إلى نهاية وسم اليمن وإلى حكاية بوست أهلا بكم في حكاية بوست ننقب لكم عن أكثر المنشورات والتغريدات تفاعلا لدى اليمني والتي حظيت بردود أفعال كبيرة وأثارت جدلا وغضبا في الأوساط اليمنية حكاية بوست اليوم عن الحوثي المدعو نصر عامر هذا الحوثي الإرهابي المجرم الذي ظهر في فيديو موسي يحاول أن يمتص غضب اليمنيين لكنه أساء للطفلة جنات ولوالدها واستصغر وازدر قضية هذه الطفلة التي تعبر عن قضية كل اليمنين وشرفهم كتب هذا الموبو البرميل الموبو وهو يعد من أحد مجرمي الحوثي يقول كتب تضامن الأفاعي الحوثية مع الطفلة جنات تخيل يقول تضامني مع والد الطفلة جنات ومزيد من التفاصيل ونبشركم والد الطفلة تم الإفراج عنه إصلاح الغلط والعدالة ستتحقق بإذن الله أي عدالة وصف عملية اختطاف والد الطفلة جنات بأنه مجرد غلط واغتصابها والتستر على المغتصب مجرد غلطة تخيلوا لكن اليمنيين أدبوه تأديبا عسيرا في دودهم عليه ابتداء من الصحفي مصطفى غوليس حيث كتب ورد تخيل القاضي حبس أبو الطفلة المغتصبة لأن أبوها اعترض لأن أباها اعترض على الحكم وقال القاضي تخيل لو بنتك هي التي هي التي اغتصبوها هذا القاضي الحوثي حريص على شرف بنته ولم يرضى حتى أن تكون بنته افتراضا وخيالا بموقف شبيه بما حصل لجنات لكن بالنسبة له تغور جنات وطفولتها وبراءتها وشرفها في ستين داهية لم ياء الحرازي أيضا ردت على المدعو نصر عامر قائلة وهل يتم أي اغتصاب بدون خطف تضحك على مين بكلامك هذا تقول لوالد الطفل المغتصبة استمر في التقاضي حتى تغيير القانون وعام كم ستغيرون هذا القانون وأنتم أول من انتهك قوانين الدولة ولا ما وصلتم للحكم ومن يصدق كلامك نذكره بقضية طفل رداع الذي تم الحكم وتنفيذ الإعدام خلال أسبوعين فقط والله لو لا إثارة القضية في رأي العام تضيف لمها كان الآن والد الطفل مسجون والجاني الذي هو مشرف حوثي تحت حمايتكم يمارس شدوذه على أطفال اليمن بدون رادع يحيى أيضا رد عليه ردا قاسيا قائلا من حسن حظ والد الفتاة الضحية أن قضيته أصبحت رأي عام إقليمي وإلا لما أطلقتم سراحة رغم كونه تحت سيطرة ميليشيات قمعية كهنوتية رجعية كم ضحايا من أمثال جنات وأبوها ظلمهم ظلمهم وقهرهم أما بحكم إما بحكم الميليشيا أو بأحكام قبلية متخلفة بثور أو ماشية أو قتل أو تزويج الضحية من الجاني غصبا أمودانا يرد على المدعو عامر المدعو السلالي الحقير الذي يسموه اليمنيون بأنه يطفح بالحقارة لأنه استصغر استصغر جريمة كهذه قائلا أبو دانا ألا تخجلون من الفضيحة اعتراف بالغلط والتقصير والإعلان على رؤوس الأشاد على رؤوس الأشاد وباقي في زنابيل ينكرون جرائمكم ويستمرون في التبرير للمئات من غيرها هذه الفضيحة حاضرة في ساحة القضاء وفيها أعراض تمس والألاف غيرها ذهبت وما زالت تقبع في أقبية الأقسام ومراكز الاحتجاز أو الاحتجاز والتحقيق لديكم مخفية أما عبد الكريم المدي فقال في رده عليه ما أقل عقولكم وما أصغركم قضية رأي عام وقضية عادلة أب تم اختطاف بنته من الدور الثالث للدور الأول وتم اقتصابها وارتكاب جريمتين بحقها وأنتم تزايدون وتنظرون أنتم مشاركون بهذه الجريمة ومشاركون في محاولاتكم الصغيرة والدنيئة في تميعها ورميها على الإعلام اليمن أو السعودي أو غيره أما أحمد بن قحطان اليافعي فقد وصف عامر ببرم الدين قائلا يا نصر برم الدين عامر والله والله بهذه السالفة حقك إنك واحد كاذب ومخادع منافقين دجالين يحبون النفاق الاجتماعي قد تم إصدار الحكم على مغتصب الطفلة جنات بسجن وفلوس وعادهم زادوا سجنوا أبو الطفلة يا مسيرة الكذب الكذب والخداع والغدر والدجل وافتراء على الشعب أنتم أساسوا الشر أنتم أساسوا الشر أما عبد الرحمن الظاهري فقد كتب ردا على المدعو عامر قائلا كلام أبو البنت للقاضي لو كانت بنتك يا قاضي جريمة يعاقب يعاقب عليها القانون واغتصاب الطفلة البريئة جنات فيها نظر عند الحوثة وفيها طرفين ما يعرفوا من هو الغلطان الطفلة الصغيرة أم الرجال المغتصب هذا قانون الحوثة أما خبير عسكري فقد رد عليه قائلا قد سمعوا بالقضية في الهند وفي الشرق والغرب وانت مشغول بزهراء ديراني كيف تريدون واحد يأمن على عياله وماله في عهدكم للأسف ما في أمل ولا مستقبل لليمن بوجودكم ارحلوا عنا بجاه الله وجاه النبي حسب تعبيره جاه النبي هذا لا يعد من النداءات المستحبة دينيا وعقائديا قحطان اليمني أيضا كتب يقول أنتم اتضامن مع المغتصب والقاضي الظالم المتحيز للمغتصب والمدافع عنه والواقف معه أنتم هكذا ناس شواذ وتحبون الفاحشة وتدافعون عنها وتساهمون في انتشارها أنتم مجرمون وأصحاب سوابق وتريدون يصبح المجتمع مثلكم أما الحمري فقد أيضا رد عليه قائلا غير صحيح كانت هناك عدة طرق قد يحكم بالإعدام عليه قد يعني يحكم بالإعدام عليه القانون يقول القانون اليمني يقول من يخطف امرأة ويغتصبها إعدام فما بالك بطفلة ويقول إذا كان المغتصب متزوج إعدام ويقول إذا كانت المرأة قاصرة إعدام تم إثبات كل هذا عليه ولو خطفها ثلاثة متر يعتبر مختطفا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حكاية بوست عن ردود اليمنيين على المجرمي الحوثي الذي بات يدافع عن المغتصب والقاضي الفاسد ومن حكاية بوست إلى فيديو ترند أهلا بكم في فيديو ترند وغير بعيد عن موضوع حكاية بوست حيث تداول المئات من اليمنيين فيديو للمدعو نصر عامر حيث حيث تدعى غضب اليمنيين والذي يحاصر الحوثي ويفضح إجرام وعدوانه وازدراء لليمنيين وكرامتهم وشرفهم هذا الفيديو الذي تداوله اليمنيون والذين أيضا علقوا عليه كثيرا دعونا نتابع ماذا قال المدعو نصر عامر بالنسبة لمسألة السجن أبو الله الطفلة هو أسائل القاضي يعني تاكلام سيئ جدا وبتكلم على القاضي على أرض القاضي يعني يتكلم على بنت القاضي يعني وهو أسائل القاضي رغم أن القاضي حكم بأعلى ما يمكن أن يحكم به الطاهر السياغ هو قال للقاضي لو كانت ابنتك لو أنا من اغتصبت ابنتك ماذا كنت ستحكم هو يتحدث علي عن يتخيل لي عن افتراضية القاضي يعني بحميته بحميته الكاذبة وغطرسته وغروره سجن أبو الطفلة المغتصبة لكنه لم لم يعني لم يحكم لا بالقانون ولا بالأخلاق ولا بالشرع ولا بالقيم ولا بالإنسانية تجاه طفلة مثبت على مغتصبة وقد اعترف بجريمته كتب أحمد الصباح ردا على هذا الفيديو قائلا قبح الحوث وفجاجته في ارتكاب الموبقات والتبرير لها الصورة أبلغ من الكلام محمد الكميم أيضا كتب عنه ردا قائلا طبعا بنت القاضي شريفة وبنت السياغي عبد وضيع لا قيمة لها الكلمة أوجعت القاضي وشعره بطعن في عرضه والاغتصاب في بنت السياغي ما فيش مشكلة طبيعي هي يمنية ولذلك فقد ارتكب ولذلك فقد ارتكب أبو جنات جريمة يعاقب عليها يعاقب عليها بالسجن لا سمحنا الله إن نسينا يا نصر الدين عامر أو يا كلب الدين عامر هكذا سمه عبد الكافي مرشد يقول في تغريدة الله حيث نشر الفيديو قائلا حق حق وحق الناس مرق مثل شعبي يلخص حكم القاضي السلالي في قضية الطفل جنات وكذلك تبرير مسؤول الإعلام لدى الميليشيا أو لدى جماعة الحوثي من سجن والد الطفلة جنات رشاد الصوفي يتحدث بتغريدة قاسية على نصر الدين عامر يقول المطعون في رجولته وسارق القاد في طفولته والناطق باسم الميليشيا الحوثي الإيرانية يسيء لبلاد الحرمين الشريفين بهذه الأوصاف التي لا تعبر إلا عن عقدة النقص المسيطرة عليه هذه أخلاق المسيرة الإيرانية وهؤلاء هم الوجه الحقيقي لها طبعا في نفس الفيديو تم التطاول على المملكة العربية السعودية وعلى شعبها بطريقة بذيئة وغير أخلاقية ونيرا بنت محمد حيث كتبت عن هذا الفيديو قائلة ونيرا محمد علي أشكر كل من تضامن وكتب وعلق واندهش القيادي الحوثي نصر الدين عامر يوضح قصة الطفل اليمنية جنات الحوثيون يحمون أتباعهم حتى وإن كانوا مجرمين بحق أطفال أبرياء في محاولة لإخفاء جرائمهم تحت ستار المحاكم التابعة لهم قضية جنات هي قضية كل يمني يرفض هذا الظلم سالم العرادة أيضا كتب يقول اسمعوا يا أبناء الشعب اليمني الأحرار ماذا يقول السافل الحوثي نصر عامر يدعي أنه أن شرف ابنت القاضي أشرف من بنت أبو جنات التي اغتصبت من قبل أحد الحوثيين وقال أبو جنات للقاضي حط مكانك أن ابنتك التي اغتصبت من غضبه على الحق أما الحاج على التعزي فقد كتب عن تبرير الحوثيين قائلا تبرير الحوثيين لسجنهم أبو جنات الطفلة الطفلة المغتصبة شوفوا على تبرير وقح وحقير هذا المتكلم وحقارة هذا المتكلم أبو جنات ما قال أي غلط قال لو أحد اغتصب ابنتك كنت ما تحكم علي هذا الحكم وما تكلم به هذا النظر عامر يؤكد للجميع أن هناك تمييز عنصري وأن اليمن وشرفه وعرضه يعتبر عندهم لا شيء أهلا بكم في وصل صوتك ولازلنا في قضية الطفلة جنات حيث حيث الانتهاك الحوثي الصارخ للعدالة والاستهداف السلالي الآثم للقانون والشرف مع الناشطة برديس السياغي تتحدث عن الطفلة جنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خلني أطلع اليوم أسوي هذا الفيديو هو استفزاز نصر الدين عامر الذي يدعنه حقوقي وإنسان إعلامي وإنسان بناصر أطفال غزة ونساء غزة وإنه يعلم الحق علم اليقين وهو كله يطفي هياط إنسان مراوغ إنسان مجامل إنسان كذاب أتفهم أنا ما شفت على وجه الأرض قط ينطبق عليه المثال الذي يقول يأكل مع الزاء ويبكي مع الرائي هو هذا ينطبق المثال على مصر الدين عامر طلعي هايط ويستفزنا بعل الأساس أنه طهر السياغي أبو جنات أساءل القاضي والعرضة كمان يكبرها ويقول أساءل القاضي والعرضة طب وبنات الناس إنما هنش عندكم عرض لما أحد مليشياتكم يغتصب ضفلة عمرها لتجاوزة تسع سنوات هذا مش عرض ولا إيش ولما القاضي عرضه عرض عشان هي شريفة وهذكي جنات هي يمنية عادي والثاني شي يقول إجت قبيلة وإجوا وحكموا وعتذروه من؟ نعرف أنتم مليشيات نعرف أنه الحكم حكمكم لأن حكمكم حكم جائر أسوأ من حكم اليمن هو أنتم هذا حقيقة والله لما تطلعت الفلسفة طب وان كنت من خمسة أشر وحنا قد شحبنا صياح العالم والعرب ومن كل الجنسيات الضامن ومع جنات وأبو جنات إلا أنتم ما شفنا لكم بوق إلا ما حرصتم وكذبتم وبثيتوا في الشاي بس شاطرا بهذا الشي أما أنك تستفز الناس يا نصر عامر وتقول أنه القضاء ليس له أي يعني ليس له أي خطأ في هذا الحكم وأن أنتم ضد هذا الحكم وأن أنتم تريدوا حكم متغيرا مش النظام عجي تغير عشان قضية جنة سياغي إش معنى القاضي حق البيضاء بس في قضية مغتصب الطفل حق ردع في نفس الأسبوع مش القاضي هو زميل القاضي مش القاضي الذي في ردع والقاضي اللي في المخاء والقاضي اللي في صناعة هم كلهم زملاء هم كلهم خريجين شريع وقانون هم كلهم زملاء يعني والحكم يتطبق على نس كلهم أولا بس عندكم انتقائية يعني الضفلة البيضاء عدمها المغتصب عندنا في المخاء حصلت قضية أغتصب الضفل وتم الحكم عليه بالعدم إلا عند مليشيات الحوثي قال لك لا هم شوعة على النظام والقانون من مثل تفتم شوعة على النظام والقانون من متى وبالأمس نشوف فدري الحوثي تقول على الأب أن يزوج جنات من مغتصبها ولا أن يرضي بالأمر الواقع هل هذا فكر تريدوا أن تزرعوه بين أبناء الشعب اليمني هل هذا فكر منفاخذات الرضيعات عندكم تريدون أن تسنوا سنه على الشعب اليمني قضية جنات لن تموت ما دمعت بعدها أحرار ولا تستهينوا بالناس ولا تستهينوا بالشعب اليمني قضية جنات لابد أن تنال حقها والمغتصب والجاني لابد أن ينال عقاب رادع شكرا لأنشطة برديس السياغ وهي رسالة لكل اليمنيين انتصروا لقضية طفلة جنات لأنها قضية تتعلق بكل اليمنيين بكرامتهم بشرفهم بإنسانيتهم بحياتهم للمزيد يمكنكم أيضا المشاركة عبر برنامجنا في وصل صوتك من خلال قنوات البرنامج وصفحاتي على واقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والمنصة اكس واليوتيوب والتليجرام وعلى قناة سهيل في الواتساب في أمان الله